السلام عليكم ورحمة الله أرحب بكم أعزائي الطلبة في المحاضرة الجديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن الشابتر الثامن من رواية وذينغ هايت الكاتبة أميلي برانتي أرجع وأعيد وأكرر اعذروني أنا يمكن لحيت بهذا الموضوع بس لازم أعيد وأكرر لأن فهم هذا الموضوع جدا مهم حاليا اللي قاعد يروينا الأحداث هي نوي اللي قاعد تحت شي هاي الأحداث إنه وللسيد لكود سيد لكود دا يسمع الأحداث منين مستر لكود منين من الأنسة نيلي الخادمة فبعد صار اللي صار والآخر هي حنكمل دورنغ ذا فالاوانك سامر خلال الصيف التالي فرانسيس كيفس بيرث أف هاريتون إذن هاريتون اللي هي زوجة السيد هينلي قد ولدت من هو هاريتون هو آخر أبناء سلالة عائلة إيرانشو عائلة إيرانشو يعني كاثرين الصير عمته كاثرين الصير عمته وهيثيكليف يعني هيثيكليف شون يعني لأنه هيثيكليف كان صديقهم يعني ما يقرب له هيثيكليف قرابة مباشرة من هو أبوه من هو أبوه هاريتون لا ننسى هذا الشي هاريتون أبوه هو اكتب لي أبوه بالتعليقات خليشيك فهم من هو أبو هاريتون زين إذن فرانسيس هي أمه وهاريتون هو الأبن ماتت والدته بعد سبوع تقريبا فترة يعني مات ماتت الأم لأنها كانت تتعاني من مرض السل لأنها كانت تتعاني من مرض السل هنا رح يتولى رعاية الطفل نالي إذن نالي ستصبح لأنها كانت تتعاني من مرض السل إذن هي اللي رح تصبح أم هاريتون لأنها الربتة زين هنا طبعا هناكو شغلة هندلي يعني هيت بازل و هيت أبسيت يعني ضاج جدا هندلي هندلي لأنه هو يقلك آني زوجتي ماتت زين بعد ما أنجبت الطفل فضاج كلش فورسنج لسيرفينتس بات نالي و جوزيف طبعا كل الخدام هربوا تركوا العمل بهذا المنزل بسبب سوء تعامل هندلي هندلي أصبح هندلي أصبح يعني سيء التعامل مع الكل زين فالكل تركوا المنزل زين عيني كلهم تركوا المنزل ما عدا ثنيا نالي و جوزيف طبعا السبب اللي خلى نالي يبقى بهذا البيت هو محبتها لهذا البيت وصدقها ووفاها واعتزازها يعني ما تقدر تعوف هذا البيت تربت بي وعشت بي خلي يقولهم يعني أكلت وشربت فأكلت وشربت ما قدرت بعد تروح جوزيف شو السبب اللي خلاه يعني مايروح جوزيف كان شوية محبة السلطة متسلطة يعني فكان هو رئيس على الخدم اللي بقوا بقش كم شخص يعني منعدم هو رئيس عليهم فهو حبه للسلطة قلها كان نخلين هنا مو مشكلة أتحمل حد شي هندلي وغيرة مو مشكلة ولكن أهم شي أنا عندي ناس وعندي شغلي وأنا اتحكم وعندي تأثير على الكل He also begins to treat هثكلف يعني more hard يعني he was hard to treat with هثكلف إذن كان هندلي سيء التعامل مع هثكلف وازداد سوءا بعد أكثر عند وفاة ولده كاثرين كاثرين begins to يعني كاثرين هو بالعربي يسمونها ادغر بس هو بالانجليز ادجر يعني انا نشوفها لفظها ادجر وادغر وهي الاسم مو مشكلة يعني النفظة مو مشكلة زين فبدت كاثرين to change in her personality she changed her personality تغيرت شخصيتها sometimes she try to she tries to to be in love with هثكلف sometimes احيانا هي تبدو ان يتحب هثكلف and the same time she likes to talk she likes to go to to visit lanterns family يعني بنفس الوقت هي كانت تحب هثكلف ولكن ايضا she wants to visit كانت تحب ان تروح تزورهم زين وكانت تظهر تظهرهم بانه هي شخصية وانه هي كذا و الى آخره طبعا هثكلف بهالفترة يعني he begins to hate هثكلف بدى يضوج منين يضوج ميضوج من الوضع اللى صار بينه وبين كاثرين حيث ان كاثرين كانت تحبه كلش ومعجبه بي وحايشة وعايشة ويا 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 اخره من راحة زيارة على عائلة لينتون على المزرعة القريبة على ويذرينج هايت بدت كاثرين تتغير شخصيتها وبدت انه هي تبدو انه هي فد ليدي فد سيدة وبدت تتحاول تسعى لنيل الاعجاب والنيل البروز بشخصية قوية امام السيد ادغر اذا بدت الظهور حاولت انه تجذب السيد ادغر واخته ايزابيلا طبعا هنا اكو شغلة انه يعني هو كان تقضى وقت وياهم فهو كان يضوج من عندهم كان تستخف به نيلي كابس هرسالف ان داروم وكاثرين دوران جورس فزيت and this noise كاثرين's greatly unable to convince نيلي to leave كاثرين ends up pinching نيلي than ladies about it هنا يعني فديوم من الايام كانت هندلي كانت خارج هندلي اللي هو ابو هريتون هذا نيلي هذا هريتون اللي قلنا علي ابو متوفت ابو راح ابو من هو ابو قلنا ابو هريتون اللي هو هندلي هندلي ما كان موجود بي الواذرينج هايت اللي كان موجود اما يعني هيثيكليف وإلى آخرين فكان موجود بالمطبخ بالمطبخ بالضبط كانت سيدة نيلي الخادمة نيلي وكانت كاثرين فكانت هي تمشط المن يعني نيلي تمشط الكاثرين فدي يحجون قالوا لها هثيكليف قال لها ليش تلبسين هيت ترتدي الملابس وكذا قالت لاني انتظر اليوم زيارة زيارة منين قالت لان انتظر زيارة من عائلة لينتون بالمناسبة اكو شغلة مهمة انه كاثرين كانت ما تحب انه احد يزورها يعني ما اрادت من السيد من السيد ادغر انه يزورها يعني ما ارادت من ادغر انه يزورها يجو عليها يزورها ليش لاننا ما تريد تكون بانه هي دور ضعيفه كانت تريد تظهر اليهم بانه هي شخصية قوية وانه هي يعني ما تريد مساعدة من احد وهي هي شغلة مهمة فاللي صار أنه يعني اللي صار أنه السيدة نالي كانت تتنظف بالمطبخ بعدين فترة يعني دق الباب من دق الباب إجى السيد أدغر اللي هو عائلة لينتون إجت أجهد هو وإخته طبط على المطبخ فالسيد السيد السيد نالي رحب عفونا سيدة أدغر رحب بوسلم كاثرين رحبت بي وقالت لأهلا وسهلا بيك تفضل بهذا الحجي كاثرين قالت نالي عفو المطبخ لا تشتغلين قدامهم روحوا عيب تشتغلين قدام الناس زيوا زوار فطبعا هي نالي نالي حتى تحتي هذا الكلام تقول السيدة كاثرين كانت سيئة التعامل معي بدت تظهر بأن هي مخوش إنسانة بدت تحيل غرورة بمغرورة بنفسها هي عمرها تقريبا صغيرة مو حال 16-17 سنة بهذا الحجي أعتقد لا والله يمكن 14 وهذه كلف كان عمره 16 بهذا الحجي زين اللي صار أنه مثل ما ذكرت لك أنه يعني كاثرين قالت نالي قالت لغادري يعني قرصت نالي قرصتها قلت لها روح وبعدين قالت لها ما سويت لك كل شي اشتويت تتاني ولكن نالي قالت لهم وهي انت قرصتين هنا طبعا من شافه بهذا الشكل وشاف هذا الوضع ما عجبه تصرفاتها يعني ما عجبوه يعني كل الموجودين كانوا يعني من عجبوا بطريقة تعامل كاثرين مع الخادمة نالي يعني حتى انه هذا هاريتون هذا الصغير يعني حدود عمره الغير كان فمن شافه خلونا بخلوه ونالي قالت لك أنه حدود عمره كاثرين شلون تعاملت ويا ويا خادمة نالي حتى هذا الطفل قال كم انك يشريرها يا عمتي يا عمتي اختبوا كم انك يشريرها يا عمتي وحتى هي قرصتها يعني ولعب ما عرف يعني اشتوت لها المهم بس هو الطفل يعني قام يبتشي فمن شاف هذا الوضع هرب مو هرب عفوا خليك قول مو هرب وانما بديت هرب ومشي حاول يمشي ما خلت يمشي هي ما خلت يمشي زين ما خلت يمشي ما خلت السيد إدغر ان يمشي وانا ضع الوضع هرب كان كاثرين في تغير اتابه خليت وهرب تعاملت طبعا هنا اللي راح يصير أنه أنه قال لها أنا راح أغادر قال لها لينتون يعني أبو ابن لينتون إدغر قال لها أنا لازم أغادر ما خلت يمشي بعدين شوية وراح من راح يعني سبب خروجه لانه اجي السيد هما يسمونه ايرنشو يعني يعني رجع رجعوا اهل البيت يعني ما ما يقبل هندلي ما يقبل احد يجي للبيت يعني شون يعني عندهم الواحد يجي على البيت يعني شون زحمة مو معب ولا شي بس يعني تقاليدهم يجي يعني يعني هس احنا العراقيين احنا هنا بالعراق او بالدول العربية يعني زحمة اذا شخص ما موجود بازدمه بالبيت يجي احد علي على البيت يعني عدنا شي ما 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 مقبول يعني كسمعة بغض النظرة كان اخلاق او كدينة وكشي يعني زين وفما نقول هم عدهم هذا الشي قديما يعني زحمة انه تجي تقاليدهم وهذا الشي بكل زمان وكل ما كان فا يعني اكو ونرأ والله اصلا هو نفسه ادغر ما كان يريد يعني ما كان يقبل انه شخص مثلا يعني يروح على على عائلة ايرنشو لان عائلة ايرنشو كلش معروفة ما يتقبلون انه واحد يعني يمصخ سمعتهم فقل لك انا من اجعلهم وراحتهم جاي هم راح العالم تقول لي ها هاي شين هاي انته هم راح سوء معاملته واضح حتى اي انسان بالحياة تمن يكرر زياراته على عائلة معينة يقل احترامك اليهم يقل احترامه يقل احترامهم اليك صير غير محترام زين فالانسان لازم يكون شوية عزيز لازم يكون شوية فقيل واضح عني فهذا الفكرة من شابتر الثامن شوف ومشاء الله بخير يا ربي اي سؤال او استفسار تقدر تضيفها بالتعليقات